زار رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك المركز الرئيسي لصندوق صيانة الطرق والجسورة في العاصمة عدل للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ المهام المناطى به في صيانة شبكة الطرق ويعدته لها واطاف رئيس الوزراء بإدارات الصندوق واستمع من رئيس مجلس الإدارة معين الماسة والمسؤولين لا شرح عن المهام التي يضلع بها الصندوق للمساعدة في إنقاذ شبكة الطرق من الوضع الذي وصلت إليه وتضاعفته بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحتل إرهابية وشدد بن مبارك على همية عمال مبادئ الشفافية والحكومة في كل إجراءات وعمل صندوق صيانة الطرق ومتابعة تحصيل إرادات وعيدات وموارد الصندوق المالية المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر